لدى استقبال السموه لرئيس وعظام مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن مملكة البحرين هيئت كافة الضمانات الدستورية والقضائية التي تكفل حماية حقوق الإنسان وحرياته انطلاقا من إيمانها الراسخ بأن ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم هي جزء أصيل من ثقافتها وهويتها التي تستمدها من تعاليم الإسلام السمحة وعبر سموه عن اعتزازه بما تحقق من تقدم في مسيرة حقوق الإنسان في مملكة البحرين بمفهومها الشامل والذي يكفل للفرد والمجتمع حقوقا متساوية في العيش والكرامة والأمن منوها سموه إلى ما تثمتع به المملكة من أجواء الحرية والانفتاح هي نتاج جهد وطني متواصل لأرساء وحماية مبادئ حقوق الإنسان وأكد سموه أن احترام وصيانة حقوق الإنسان توجسد نهجا شاملا قامت عليه أسس التطوير والبناء في المملكة وفق منظومة استهدفت بناء الإنسان والاهتمام بكفالة حقوقه كاملة دون نقصا وشدد سموه على أن الأمن والاستقرار يشكلان حجر الزاوية في الحفاظ على النماء المجتمعات وتحضرها وهما لا يتحارض مطلقا مع صون حقوق الإنسان والتي يأتي في مقدمتها حق الحياة في بيئة آمنة ومطمئنة جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الإغضابية صباح اليوم السيد سعيد الفيحاني رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيينهم في مجلس مفوضي المؤسسة الجديدة وقد هنأهم سموه على ثقة الملكية باختيارهم لاستكمال مسيرة المؤسسة في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في المملكة وتمنيا لهم التوفيق والسداد في مهامهم وأثناء سموه على دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فالتعامل بمسؤولية مع قضايا حقوق الإنسان في المملكة ووضع السياسات المتعلقة بتعزيزها وتنميتها وحمايتها ونشر ثقافة الوعي باحترام حقوق الإنسان من جانبه عبر السيد سعيد الفيحاني رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يسديه سموه من توجهات دائمة للارتقاء بمسيرة المؤسسة وتعزيز ما حققته من مجازات حقوقية لترسيخ مكانة مملكة البحرين إقليميا ودوليا مشيدا برؤية سموه لتحقيق التكامل بين جهود المملكة والمجتمع الدولي والمؤسسات الرسمية والأهلية بهدف ترسيخ مكتسبات حقوق الإنسان مؤكدا أن البحرين تمتلك سجلا حافلا من الإنجازات الحقوقية المشرفة بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها الرشيدة في تكريس احترام حقوق الإنسان وفق المعايير الحقوقية الدولية